أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات اليوم إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نوال الطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الضفرة في إمارة أبوظبي وبموجب الرخصة أصبحت شركة نوال الطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثالثة للأعوام الستين المقبلة وبعد إصدار الرخصة ستبدأ شركة نوال الطاقة مدة الاستعدادات للتشغيل التجاري والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية وإرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقا للمتطلبات الرقابية